هل الربح من البرمجة حقيقي ولا لا وهل هو بالأرقام اللي احنا فعلا بتتعرض علينا والأرقام اللي احنا بنشوفه وبتتقلنا ولا لا وعايزين نعرف كمان أهلا بطرق الربح من البرمجة خلينا نشوف كل ده في فيديو نهاردة فخلونا نبدأ في الأكشل على طوله أهلا بيكون فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع موضوع الربح من البرمجة هو اكيد موضوع حقيقي يعني مش اي كلام ولا حاجة والبرمجة لسه فيها فلوس كويسة جدا بس برضو مش زي الارقام اللي احنا بنصنعها في اغلب الاحيان طيب حد حيجي يقول لي يا ابو حميد هو يعني قلقين قوي كده انت كلامك كده حاصلت ان هي مش كويسة هقولك الاجابة برضو لا هي كويسة بس مجال شباله طويلة دايما يعني عشان تاخد الارقام اللي هي عشرين الف جنيه وتلاتين الف جنيه وقد يصل لخمسين الف جنيه وفيه ربع مليون حتى شهريا بس ده بيكون ريموت لي معناس برا لازم تكون عندك خبرة طويلة جدا في المجال ده ما ينفعش تقول انا لسه جونيور او لسه مبتدئ وتقول انا عايز الارقام دي لأ الارقام بتدأ زي ما احنا قولنا قبل كده خمس تناف سبع تناف يعني حاليا في مصر بالاوضاع اللي احنا فيها اقتصاديا لا هي سبع تناف او تمام تناف كمان هيكون مناسب جدا سواء ويب موبايل اه اي 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 بيكون اعلى شوية من كده يعني في اغلب المجالات بتبدأ من سبع لتمم تناف بيكون كويس جدا بالنسبالك في مجال البرمجة كم ابتدت بس حيواجهك عيوب تانية حنقولها دلوقتي لو انت حبيت تتجي لاتجاه الشركات يعني انت عايز تشتغل في شركة برمجة هتواجهك صعوبات كتير جدا في سوق العمل المصري تحديدا يعني احنا اغلب كلامنا على سوق العمل المصري وبرضو هنتكلم على سوق العمل العرب مشكلة سوق العمل المصري انه هو شايفك عبد اه يعني مش عايزين نقول اكتر من كده هو عايز يشوفك عبد عايز يشوفك يستغلك ويشلبك اكتر قدر ممكن عايز يعني اول حاجة هيقول لك انا عايز واحد خبرة تلات سنين في ما فوق منا يديرا لما ساء حاجة جونيور خلني بالك من العقدة دي او المشكلة دي مش هتلاقي حد جونيور بسهولة تاني حاجة هتلاقي طالب معاك حاجات يعني كتيره جدا على اه حتى خبرة تلات سنين يعني احنا يقول لكم عايزين واحد بسيطة خالص فرونت اند المفروض يكون معا ايه يكون معا ايه يكون معا نيكس جي اس او يكون معاه اه مسلا فريموركز بق انجولار ري اك فيو جي اس الحاجات دي كلها ويبقى فاهم مسلا جي كويري بوتستراب حتى او يكون عنده خلفية عامها. ويعني نوزن قد بي او يقول لك كورد بريس. تنقل باشا بقى بيقول لك اه يقول لك لان عايزه كمان يكون عنده خلفية كويسة ويكون عنده خلفية بيتش بي وبيسون ومسلا اه اه كمان يقول لك عايزه يكون مختلف جد دي اسا يعني مش هنتكلم فيها ويكون معاه دوكر ويكون معاه مسلا اي دابليو اس ويكون عارف يارفع على سيرفور ويكون عنده طرب زب اليارد وبينج في بيت فانت بتبص كده على حجم الحاجات طبعا انت كشخص جونيور حتى لو وصلت لسنتين خبرة بتلاقي الكلام ده كله كبير جدا وكتير جدا عني. او في الاخر هو مش عايزك فرونت اند لو اخب بالك انا قلت لك حاجات كمان باك اند. هو عايز يعني واحد يكون فيها بحاجات كتير اوي ومعاه خبرة كبيرة اوي بس في الاخر حيديله برضو مرتب الجونيور. فدي مشكلة البرمضة في السوق المصري تحديدا. السوق العربي مشكلته الاولى انه برضو نادرا ما بيقبل حد خبرته وتكون قليلة. يعني هايدور دايما خصوصا لو انت مصري مسافر برا. هايدور على حد على الاقل خبرة خمس سنين في المجال. طبعا لو مجال اه قديم شوية زي الويب مثلا. في الاطر ممكن ينزلها للاربع سنين لتلات سنين. وفيه ناس لا بتبقاش فهمة. يعني اللاحزت كتير من اخواتنا في السعودية اه بيكونوا هم مش فهمين هم عايزين ايه اصلا. يعني يقول لك انا عايزة واحد مبارمج. طب حتسأل مبارمج ده يكون ايه? حيقول لك انا عايز المبارمج ده. يعرف بارمج ديسكتوب ابليكيشن زيارة في بارمج موبايل. اه له كده في خرايب جوجل وازاي يضيف موقعنا الخريطة او حاجات تانية. فهم في جي اي اس. فهم في الديفوبس مثلا. او مش هيقول لديفوبس او هيقول لك الحاجات الفرعية اللي جوا الديفوبس. اللي هو اصلا بيكون شايفة يعني جاته قدامه بالصدفة او هو حايز يطبق النظام ده عنده في الشركة بتاعته مثلا او في المؤسسة بتاعته او اي مكان. فهو ما بيبقاش فهم طلبوا كويس وما يعرفش ان البرمجة محتاجة تخصصات كتير جدا. دي مشكلة انا درستها ولاحظتها كتير جدا في سوء العمل العربي. يمكن الامارات هي الدولة الوحيدة اللي محددة هي عايزة تعمليه بالزبط. وكل الناس اللي فيها يعني فاهمين برمجة كويس. بخلاف كده هم اصلا متجهين للعقار بشكل واسع جدا. هم ابي حاولوا تقدموا تكنولوجين بس لو ليك سكة للعقار هتكون اوسع بكتير كمان من البرمجة. يعني البرمجة موجودة في الامارات وهي اكتر دولة حاليا فيها تكنولوجيا. تاني مشكلة هتواجعك هي مشكلة الاتش ار. ان اولا بيكتب الوظيفة الاتش ار اللي بيسألك الانترفيو. بالناسبة كبيرة بيبقى اتش ار. وكمال اللي بيخصوم لك في الاخر هو الاتش ار. يعني الاتش ار هو متحكم بك وهو في نفس الوقت مش عارف طبيعة عملنا كمو برمجين. بمعنى ايه مثلا. اول حاجة هو المدير او شف اللي ماسك الليلة كلها. قال له انا عايز مبرمج بيعمل لنا موقع مثلا. او هو حيشتغل معنا في انشاء المواقع. الاتش ار طب انا هجيب الراجل ده منين. انا هعرف مواصفاته ازاي. حط نفسك مكانك. انا عايز دلوقتي احنا المفروض كوميانيزي مبرمجين. قلتك انا عايز محاسب. طب انا معرفش المواصفات المحاسب المفروض تكون عنده. الشهادات اللي تكون معايا كده. هتعمله في حالة زي دي. في الحالة دي انت بتضطر طبعا انك تدور على شركات منافسة او شركات تانية طلبة ناس وتبدأ تاخد منهم تحطه عندك في بتاعتك. دي المشكلة اللي برضو بيقع فيها كتير جدا من الاتش ار. انه هو مش عارف حجم الشركة هي ايه متطلباتها حتكون ايه. عايزة شخص عنده ايه ممكن يطلب حتكلفه فوق بتاعه بكتير وهو كتكون اصلا حاجة. هو في الاخر يعني هبولي مش عايز حاجة في الاخر يعملها كبيرة او كده. ما يروحش يبص الفودافون او 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 موينين او اي المكان ده مش عايزين نقول شركة معينة بس ما ينفعش يبص لشركة زي دي مسلا او او اي مكانت اي شركة في الاخر. ما ينفعش يروح يبص للاساني دي وياخد بتاعهم ويحط عنده في شركته. اللي هي شركة ابو بطة للسياحة مثلا يكون حاجة تحت بير السلم خالص وملهاش دعوة يمكن بمجال البرمجة اساسا. فهو دي نقطة برضو بتوقع دايما. تاني حاجة هو هو بيسألك اسئلة الانتروبيو. بيسألك بناءا على ان انت او انت دارس حاجات ليه علاقة بين مثلا والحاجات دي مش مطلوبة بالقسرة في المجال بتاعنا مش قد التكنيكاليتي. مش قد انك تكون فاهم تكنيكال كويس فاهم في لغات البرمجة. طعم الشركات الاكبر شاية بيعرضك للتو انتروبيوز وايشك. اتش او ار والتاني بيكون التكنيكال انتروبيو مع شخص فاهم من المجال. بس او الشركة ملسه مش كبيرة او كده. غالبا مش هيكون عندهم كريس سينيور واحد ويمكن اصلا ما يباش في سينيور وينتا تكون المقدم على وظيفة السينيور ده. فهو حيعرف يسألك ازاي. فطبيعا الاسئلة مش هتكون منطقية هتبع على هوا هو. مش هتكون مجزية اول. طب يا عمام احمد انا خلص هقتم الشركات وحتجي للفريلانسر. اذا نعرف الفريلانسر الدنيا فيه لذيذة والفلوس كويسة. هتلاقي برضو صعوبات هتواجهك في الفريلانسر. عشان تدخل النهاردة في منصة فريلانسر تكون كبيرة. زي في فريلانسر ابوورد. يا خمسات حتى او مستقل. ايا ما كانت المنصة اللي انت تختارها. اكيد المنصة دي ان خدمة اللي انت حتقدمها عليها او الحاجة اللي انت قدمها فيها. اكيد ملايين غيرك فكروا فيها وعملوها قبل كده. بل في ناس كمان تكون تقيمتها عالية. هم اصلا جابوا زبون من الاول. فانت عايز توقف غلصات دول بكل سهولة كده. طبعا الان يا سيدي بقى معك مشاريع سبقى حلوة. طبعا الان يا سيدي اعمل البروفايل بتاعك يكون احترافي. لا انا عايز ادخل ادخل ادخلش نوس وخلاص مليش دعوة. الكلام ده ما ينفعش. عشان انت ادخل كده اعرف برضو انك داشن على سوق بقى واسع جدا. فيه ونود ما بيرحموش. عرب كتير جدا. فيه مصريين كتير جدا. فانت داخل اصاب ناس كتير. كمان ثروق العملة بتفرق جامد. يعني واحد هيدفع بالدولار يدفع لواحد هندي وعملة الهند واقعة يمكن اكتر من الجنيه المصري بكتير. فهو ممكن يعني زي ما انا اقول لك هتعمل حاجة بسيطة كده بخمسمائة جنيه. انت هتقبل. هو بقى عملته اللي هاتف خمسمائة منها بمثلا تلتمية منك انت. فهو هيفضل خمسمائة بتوعه ويفرح وانت هتكون تكلفة اعلى بالنسبة للراجل انه هيدفع بالدولار بردو. فانت داخل على سوق فيه عدم تكافق في العملات في عدم تكافق في البروفايلز او قوة بتاع كل واحد. في ان العميل مش يعني بيخاف. بيبعاز يشوف طب مشاريع سابقة للشخص ده كتير. بيبعاز يشوف تعاملات وتقييم للشخص ده. فصعب انك تعملها. غير بقى لو هتدفع اواصلات تانية ملتوية مش عايزين نتكلم عنها. عشان تتخطى بعض الحاجات دي نازم تدرس تسويق. وتكلمنا عنها قبل كده كتير جدا. التسويق عادي حتى مش تسويق الكتروني او اي كوميرس او غير. عايزك تبقى بتعرف تبيع كلام. عارف الصناصرة بتاع الشقة. عارف اللهم المصوكين العقاريين او مصوكين بشكل عام. الناس السيلز والناس دي اللي هي بتفضل وراك يعني انت حتشتري يعني حتشتري. او انا عايزك تبقى من الناس دي. الناس اللي هي بتعرف تبيع كلام كويس جدا. عشان تعرف تقنع العميل بيك. عشان تعرف تقنع الاتشار بيك. عشان تعرف تقنع نعنا نفسي بيك. فلازم تكون مسوك شوطر. نص مهنتنا مهنة البرمجة تسويق. لازم تسوق كويس. في عادة تاني كده بيواجهك هو ان انا اختار مجال واحد او لغة برمجة واحدة وكون قوي فيها قوي ولا اختار مجالات كتير وما بقاش مركز فيها بس انا بقى عارف ويب وموبايل ومبايل وعارف 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 اللي هو انت حتقول لي ايه حاجة ما عارف اعملها انا. طيب هل انت تقوي في النقطة لو انت حاب بحطة انك تبقى مش قوس كل نقطة وتبقى متشعب قوي فاغلبها هتوقع في شركات انما الطابعة او شركات زغيرة. مش هتديك فلوس كتير. هو شايفك كده بس انت مش قوي عشان تديك فلوس كتير على الحاجة. انت مش هتقدر تدخل تقول انا عايز عشرين الف جنيه كده بكل بساطة لان انت مش هتقدر تدي له الحاجة او كفاءة كافية في كل حاجة. وهو اللي بيطلب حاجة زي دي. زي ما قلتك من شوية كده ان هو ده عايز عبد عنده. مش عايز موظف محترم يشتغل معاه وياخد اجره كويس في الاخر مزبوط ومحدش يبقى زعلان. فلأ نصحتي انك تركز في مجال واحد كويس جدا. ما تركزش بقى في اكتر من المجال وتشتت نفسك كل كلام ده. حتى لو المجال يا عايزي دي اللي اخترته ومش قد كده. حتى لو وحش. لأ افضل وراء بقى لغاية لما ربنا يرزقك بحاجة كويسة. ورضو موضوع الاختيار ده بيكون توفيق من ربنا في الاول وفي الاشرة. وممكن تختار مجال كله بيقول لك ايبعد عنه والمجال ده متحين بس تلاقي نفسك. يعني سبحان الله كده ربنا رزقك في المجال ده. اخر النصيحة لك ونصيحة مهمة جدا 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 جدا. مش ايب كم جدا يعني. النصيحة دي انك لازم توسع دايرة معارفة كتير جدا. على لينك ده ان? على فيسبوك. على الحقيقة حتى يعني وبعدين ما تعرف ليش. عم سيد البواب وعم رجب الخلاق والنزلة. انا عايزك تعرف دايرة معارف. سواء طلدت حاسبات لسة. سواء خريجي حاسباتهم الشغلين. سواء مهندسين بالفعل او ناس اشتغلت في شركات. مديرين شركات. عايزك بس تعرف ناس. اسملهاش عدد في المجال ده. هتقول لي دول منافسين دي اه هم منافسين دي. بس حاول ان تختار يعني انه مش في نفس مجالك او. انت باك طرف على ناس فرونت. وانك ده يحتاجوك او تحتاجهم في مشاريع مثلا وفريلانسر. هو فيه ضب عميل وعايز ويب مع موبايل فانت تشتغل موبايل وهو ويب او العكس اي مكان مجالك ومجالك. تدى قصة تلاقي دايرة معارف هي اللي هتشغلك. يعني اكبر من لينك دي اين. اكبر من وظف. اكبر من فيسبوك. اكبر من اي حاجة. ادام في دايرة معارف. وما يوم ما تقول انا عايز شغل. تلاقي خمسين كومنت عندك. انت كده يعني عارف زبط بتاعك اللي هو اللي مش عارف. فدايرة المعارف مهمة جدا في المجال بتاعنا ويمكن هي اهم حاجة في المجال بتاعنا. بس ده كان فيديو النهاردة المفيد. انت مش عارف طويلة ولا قصير بقى. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وعفتكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك. ما تنساش شوف الحلقات والحكاية والكورسات اللي فاتوا. واستنى الحلقات والحكاية من الكورسات اللي جاية. وانزل نشترك في القناة عشان يمصلك كل جدين. عشان ما تبقاش من الجواة.